this is the woman who is washing up she's washing up ok thank you this is the girl who is looking after her hair بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته peace be upon you all of you my dear how are you today I hope you are fine I miss you so much لو نفسك تتعلم البرناوان هو بطريقة جميلة جدا ومصلية وان شاء الله تخرج من الفيديو مية مية تابع الفيديو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم معكم مس ايمان من قناة جوديز انجلش ورلد يلا بسرعة لايك وشائر واشتراك هيا بنالة سجاو بسم الله من جديد تعالوا نشوف مع بعض استخدامنا له كضمير واصل يدل على العاقل تمام العاقل ده ممكن يكون مفرد او جامع يعني ايه مس هنعرف الكلام ده العاقل اللي احنا رح نتكلم عنه باستخدامه ممكن يكون اسمي زي علي احمد هباسوها and so on اكسترا الضمير بتاعهم هي she, you, they, we, I انت نسيت يا مس ات ما ات قلنا ده غير عاقل لكن احنا بنتكلم عن العاقل يبقى ات مش تبعا تمام الوظيفة زي the teacher the doctors ما احنا قلنا مفرد او جامع the player هنشوف برضو دلوقتي ان شاء الله وممكن اسم in general the boy, the girl, the woman, the man, the woman and so on اوكي القادة اللي هنلتزم بيها في تطبيقنا على استخدامه يا شباب خلال الفيديو ان شاء الله هي دي ايه هي؟ انه لازم ييجي بعديها برب برب البرب ده لا اما برب تو بي يعني is او are في المضارع او was aware في الماضي تمام اه plus الاجكتف kind clever beautiful and so on او برب عادي في المضارع البسيط في الماضي في المستقبل play play played will play يبقى تمام ايه هي القادة اللي هنمشي عليها يا مسو هنطبق عليها وشفناها ومع بعض في الصورة هو بييجي بعديها verb تمام كده فعل تعالوا مع بعض على طول مباشرة نطبق مع بعض على الولد ده شايفين الولد ده يلا الشطر يقولوا معي بسرعة بقى كده ها تمام ها شايف ايه يلا نوصف الولد اللي قدامنا دوت بيستخدمه السؤال الوقت بيقول استخدمه لوصف هذه الصورة او لوصف هذا الولد واللي يقول مسلا ادي له انه هو اسمه علي ادي له اسم علي تمام اوصف علي باستخدام هو هتقول ايه يلا ها شطار تمام this is علي who is who is قلنا ازا هيجي بعدها adjective الادجكتف اللي توصف بها الولد ده ايه ها شايف كده طول طول بتاعه عامل ازاي يبقى نقول this is علي who is who is tall this is علي who is tall ادي تمامي بقى قلنا القعدة الاولى او النظام الاول فيه استخدمه بلاس فرب to be علي او this is علي who is tall this is the boy who is tall تمام ماشي ها شايفين بتاعته دي smiling face اهو وشه مبتسم و جميل يعني هو سعيد تمام this is علي who is happy اوكي ماشي طيب ايه كمال ممكن نقوله باستخدام الطريقة التانية who plus verb عادي بقى الولد ده بيعمل ايه قدامك بيعمل waving بيعمل boy this is علي who is waving this is علي who is wearing jeans and jumper مثلا تمام يبقى تاني هنستخدم who plus الverb سواء verb to be او verb عادي وصل الكلام تمام تمام يا شطر نقرأ اللي كتبناه this is علي who is tall this is the boy who is cold علي this is علي who is happy زي ما قلنا who is smiling this is علي who loves his friends جبنا بعده يا مس جبنا بعدها ايه verb to be زائد صفة وجبنا كمان verb to be زائد صفة برضو is cold برضو يسمى او يدعى هو لفظ هنا الفعل بتاعنا قدامنا طيب نبص على البنوتة الجميلة دي ها فاهمين ايه من الصورة دي يا جماعة تعالوا نستخدم مع بعض relative pronoun who زي ما استخدمنا معا تعالوا نديلها اسم يلا نديلها اسم ايه تختاروا اسم ايه هم سارة مسلا سارة تمام يلا يلا نتكلم على سارة hello سارة سارة بتقولك hello تمام لما حد يقولنا hello نقوله hello برضو اهلا اهلا بيك اوكي this is سارة who is happy this is سارة who speaks english who can speak english this is سارة who can speak english this is the girl who is called sarah this is sarah who is my friend رأيكم تمام ممتازين this is this is sarah who this is the girl who is called sarah يلا رأوا معي sarah is the girl who can speak english this is sarah who is my friend سهل سهل جدا استخدمنا الwho يبقى تاني هو هيجي بعديها يلا هو plus verb to be plus adjective or plus any verb any tense present past or future الصورة اللي عليها الدور يلا بينا نطبق بسرعة practice makes perfect الناس اللي تعرفني كويس دي كلمة مسئمة المفضلة practice makes perfect القاعدة اللي أنا عاوز أبقى متمكن منها جدا 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 وفي كل حاجة مش في grammar بس في فكاب في كل شي إن عملت practice كتير 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 هلاقي نفسي الموضوع بالنسبالي this is the man who is a chef تمام this is the chef who can cook very well شايفين الحركة دي معنى انه يعني طبخ ماهر كده تمام تمام this is the man who is a chef this is the chef who can cook very well this this chef is the person who I like most this chef is the person who I like most تعالوا نبص على البوليسمين دول شكلهم كيوت جدا مصراح these are the policemen who are brave these are the policemen who are brave and so on تمام جادوركم يا شطار نبص مع بعض على الصورة اللي قدامنا دي يلا describe this girl using who describe this girl البنت الجميلة الأمورة دي using who يلا منها يوصف معايا منها يشتغل معايا يلا الشاطرين فان تمام يلا شعر بتاعها الجميلة اللي انت شايفينه ده ما يلو كيرلي هير who is مثلا بلاك لونها غامق شوية تمام صمارة كده جميلة نبص على الولد ده this is the boy who is listening who is listening to music مدرع مستمر وانا بتكلم فعلا بيحصل وانا بتكلم قدامي حالا ايه اللي بيحصل قدامي حالا الولد listening to music this is the boy who is listening to music this is the boy who is happy هنديله اسم عالي مثلا او احمد او سامي او اي اسم سامي is the boy who is listening to music لو قدامنا مثلا الصور كده زي ما انتو شايفين كل الصور دول وانا مش عارفة مثلا سامي فين في دول هل هو الانجينير هل هو الانجينير اللي قدامنا ده ولا الولد دوت اللي بيحب الرسم ولا فين سامي يا ولاد فين سامي فقلتلي يا مس سامي is the boy who is listening to music بتميزيلي الولد بتعرفين الشخص باستخدام الضمير هو سامي يا مس اللي انت بتسأله عليه is the boy في وسط السبيان او في وسط الذكور اللي احنا كلمنا عنهم دول موجودين في الصورة مين سامي فيهم he is the boy who is listening to music عرفنا استخدامه يا جماعة سهلة جدا يلا بينا على الدكتور دي this is the doctor who helps هنقول this is the policeman who is happy this is the policeman who is friendly who is kind الطيب الرحيم وهكذا وليكن صفة مباشرة who is he من ده he is an engineer this is the man who is an engineer this is احمد who is an engineer دوت احمد مثلا اللي شغلته مهندس تمام what about this girl this is this is مثلا سامية or سوها who is eating this is سوها who is eating سوها is the girl who is eating من سوها يا جماعة في الصورة تاني يا ترى هي المس ولا الدكتور ولا البنوتة فقلتلي يا مس لا ده سوها سوها is the girl who is eating اللي حضرتك بتسألي هي البنت اللي بتاكل مش ولا الدكتور اوكي واتبا with this one ايه رأيكم في الصورة الجاملة دي بقى ده باندا طب هو الباندا دوت انسان لا طبعا مش انسان عشان نستخدم معاه وده احنا حطينه بس كده ايه بس معلومة جانبية كده الاشخاص كل دول ولو حتى في القصص بتاعتنا وليكن في سنة ثلثة اعدادي بلاك بيوتي او اي قصة بندرسها يا حبيبي الحيوان اللي موجود في القصة بيعامل معاملة الانسان وبياخد الدمير هي فاحنا هنا حطين دوت كديكور بس لو هنستخدمه كشخصية كارتونية مشهورة فنقول this is the character who is called باندا مثلا كتبنا الجمل اهوة يا شباب علشان نراجع مع بعض تمام يا شباب look at this situation نبص اللي بديالج اللي قدامنا او situation اللي قدامنا دوت a woman is saying I can speak sex languages الستة اللي بتقول انا استطيع ان اتحدث ستة لغات تمام الراجل ده بقى الراجل ده بيحكي اللي حصل بينه وبين الستة دي في المحادسة فبيقول I met a woman انا قابلت امرأة she can speak sex languages اتكلم في جملة اي زي ما انتو شايفين الفال stop here I met a woman she جملة ثانية فاعل زايد مفعول هوت جملة ثانية خالص بس related to the first one بيتكلم عن نفس الشخصية اللي كان بيتكلم عنها في the first sentence I met a woman she can speak sex languages هنا بقى نربط باستخدام هو اللي احنا فهمناها مع بعض relative clause or relative pronoun بتتكلم عن person the person who I met a woman who can فين الفل stop خلاص راحت ما اللي احنا عرفنا من ساعتها ان هي بتربط بين جملتين للدلالة على العاقل اللي انا بتكلم عنه دا تمام I met a woman who can speak sex languages okay يا شباب look at this table نبص على الجدول دا مع بعض who is for people not thanks relative pronoun for زي ما قلنا العاقل مفرد او جامع for people not things a thief اللي هو الليس الحرامي is a person اللي صدا شخص شخص ما ما لبقى who steals things a thief is a person who steals things okay do you know anybody do you know هل تعرف اي شخص do you know anybody who can play the piano do you know anybody who can play the piano تمام the man who phoned الراجل الاتصل didn't give his name didn't give his name الراجل اللي اتصل ما سبش ايه اسمه the man who phoned زي ما احنا ملاحظين حبيب هو جاي بعدها ايه verb في اي زمن who steals who can play who phoned ماضي اهو the man the man who phoned didn't give his name the people who work in the office الناس اللي بتعمل في مكتب are very friendly تمام كده شباب في عندنا هنا ملاحظة مهمة جدا ان ممكن that تحل محل who that بتحل محل حقين الحقيقة ايه هم ما الحقين دون who وكمان which هناخدها ان شاء الله في الفيديوهات القادمة بأمر الله that is four things or people ايه اللي four people لسه واخدينه حالا who و ايه اللي four things اللي هي which لسه هناخدها تعالوا نبصوا مع بعض كده على example number two او example التاني emma lives in house that is five hundred years old طبعا that هنا عيدة على who على house تمام an airplane is a machine that flies برضو that هنا عيدة على على المشين يبقى هنا four things طيب فين اللي احنا عاوزينه بقى في الفيديو بتاعنا النهاردة ان ذات بتحل بتساويه او التوأم بتاعه اللي ممكن تحل محلها عادي ما فيش اي مشاكل في الجملة the people that work in the office are very friendly لسه ايلي الجملة دي حالا فوقه the people who work in the office are very friendly the people that work in the office are very friendly تمام يا شباب نلحوظة مهمة جدا استخدام that لتحل محل هو more and more practice makes perfect choose from the boxes and write sentences a is a person who نستخدم الكلمات اللي هو جيبها لنا دي a thief is a person who steals things a butcher اللي هو الجزار is a person يلا نختار له جملة او نختار له بقية الجملة يطار doesn't tell the truth لا يقول الحقيقة ولا looks after your teeth بيعتني بي الاسنان ولا is very intelligent ولا plays a musical instrument ولا is ill in hospital ولا is very stupid ولا sells meat يبيع اللحم يبقى butcher is a person who who sells meat excellent you are excellent a musician الموسيقار يطار الموسيقار هيبقى اي من دول is ill in the hospital no who plays a musical instrument ياريت تكملولي الاكسرسيز ده والتسك ده في الكومنت يبقى ولو جملة واحدة check one just one sentence and complete it in the comments يعني اختر واحدة بس وكملها في الكومنت وpractice makes perfect الكل ما هتكرر اكتر كل ما هتفهم بمنتهى السهولة احل معاك كمان واحدة وليكن مثلا a patient المريد المريد نختار له اي من دول بسرعة one two three يبقى ياس a patient is the person is a person who is ill in hospital كمان واحدة لشان انا بحبكم a liar a liar what is the meaning of a liar it's a new word for you بنسبة لل prep schools اعتقد ان هي بنسبة لكم new word a liar يعني is a person who doesn't tell the truth the truth يعني الحقيقة يلا استشفي معناها بنفسك who doesn't tell the truth لا يقول الحقيقة من اللي لا يقول الحقيقة ها الكاذب الشخص الكاذب الكذوب اكثر سيئة a liar is a person or a person a liar is a person who doesn't tell the truth كمل الاكسرسيز دوت في الكومنت please الاكسرسيز دوت very 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 important for third prep students ده بنسبة لطلبة الطالبات الصف الثالث الاعدادي كل اللي فقد دوت كان خاص بطاني اعدادي او باول اعدادي وخصوصا تانية طبعا لكن الاكسرسيز دوت خاص التالتة اعدادي تمام a man found he didn't give his name رجل اتصل بنا او اتصل وما سبش اسمه he didn't give his name بص كده لأجابة the man who found الرجل اللي اتصل ماله بقى didn't give his name a man a woman opened the door she was wearing a yellow dress الامرأة او المرأة اللي فتحت الباب كانت ترتدي فستان لونه اصفر يلا نحل الجملة دي سنة تالتة شطار بتوى سنة تالتة يلا بينا the woman who احنا هنا دلوقتي بنعمل ايه سنة تالتة بنضيف معلومة اضافية انا دلوقتي هبص على الشطر ده من الجملة المعلومة الاضافية دي واشطبها كده سكبت او امسحيها خالص خبيها the man give didn't give his name الجملة ماشي مصبوط the man يبقى استخدامك لهو في منتصف الجملة او كجملة اعتراضية او معلومة زيادة استخدامك صحيح طالما خبتيها او خبتها انت الطالب بتاع تالتة اعدادي والجملة بتاعتك ماشي مصبوط يبقى انت مستخدمها صح the man didn't give his name طيب زودنا معلومة فرعية المفروض زي ما احنا عندنا في تالتة اعدادي في هنا كما وكما the man who found didn't give his name بص كده على بعدها a woman opened the door she was wearing a yellow dress يبقى the woman who opened the door مالها بقى was wearing a yellow dress the woman who opened the door was wearing a yellow dress الجملة تندو الواجب لسنة تالتة للنسة لسنة تالتة اعدادي لا تتفرج على الفيديو please 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 if you love me please write the answer in the comments leave your answers in the comments please for an instance تعالوا معي نبص على التمرين الرائع ده ونكمل باستخدام who or which مش عاوزيني استخدم وش عاوزيني دور على الجمل اللي فيها استخدام له ونسيب which اليوم الفيديو بتاع which ان شاء الله i met a woman who can speak six languages what is the name of the woman يا تارا هنقول انا دلوقتي عندي woman woman ديت يا مس عاقل انتي لسه عطيهنا دلوقتي حالا وقالنا العاقل دي اللي على العاقل تمام يبقى what is the name of the woman who lives شفتي الفعل الفعل lives ها لازم ييجي بعد هو فعل تمام كده lives next door what is the name of the river الريفر دوت شاء يبقى اكيد مش هو يبقى اكيد هو which من غير من بص صحت which flows where's the picture picture برضو شاء تبقى which تمام do you know anybody who wants شطرين you always ask questions ها who or which a thing i have a friend a friend a friend who شطرين i think everybody 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 who when شطرين ممتزين why does he always wear clothes 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 أشياء 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 ملابس ها طبعا هتبقى which رفو عليكم بصوا كده اللي بعد a thief is a person which still no a person who steals يبقى دي طبعا الجملة دي incorrect يعني غير صحيحة wrong تمام كده احنا بس هنقول okay or right or wrong تمام يا شباب وحشكوا أكيد الصح والغلط بتاعي من زمن دا an airplane is a machine that flies اوكي صح في شفاء أي مشاكل an airplane a machine that flies وإحنا عرفنا أن that بتحل محل who or which تمام a coffee maker is a machine who makes coffee الكافي maker الماكينة بتاعة الكافي تمام بقت غالية جدا دي الوقت طبعا هتبقى which have you seen the money that was on the table طبعا جملة صحيحة مفيش فيها أي حاجة I don't like people which never stop talking people which لا طبعا غلط wrong أكيد هو هنا I know somebody that can help you that or somebody okay تمام right I know somebody who works in that shop somebody برضو وغده أو that تمام مفيش فيها أي مشاكل correct the sentences who are wrong correct the sentences the sentences sentences دي طبعا شيء ينفع تاخده لا ما ينفعش تبقى ويتش صعب الكلام يا شباب أظنني في منتهى السهولة تعالوا هنا ما بعد نشوف تطبيق من المدرسة age 44 okay can we speak about the persons yes okay okay Hagar speak about picture number one this is the man who is tiding up yes he is tiding up this is the woman who can who is cooking yes she is cooking this is the woman who is washing up she is washing up okay thank you this is the girl who is looking after her child her brother hmm this is the boy who is taking out of the rubbish okay this is the boy who is washing the way he's clothes okay thank you this is the man who is tiding up again dua again this is the man who is tiding up tiding up okay this is the girl who is cooking this is the woman who is washing up okay Sarah this is the girl who is looking after her brother okay this is the boy who is taking out the rubbish what is he doing what is he doing okay Hanin he's taking out the rubbish he's taking out the rubbish do you do this action in your home do you help your mother taking out the rubbish okay it's a kind thing it's a kind action okay what about you Salwa what can you see in picture number four this is the woman this is the woman who is looking after my looking after her brother a girl a girl who is looking after her brother okay have you got any baby brothers or sisters who have got who has got baby brother Hanin do you look do you look after your baby brother yes it's a kind thing okay what about picture number two picture number two okay Hanan Hanan this is the girl the girl is cooking yes can you cook yes yes it's very easy what can you cook who can cook here who can cook Salma spaghetti you can cook spaghetti what about you pasta okay it's easy what about you Hana rice it's easy also who else Hanan pizza pizza wow excellent okay thank you you are all excellent clap to yourselves thank you good you 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 ترجمة نانسي قنقر